بعدما احدث خبر تبني جماعة الاخوان المسلمين في سوريا اعتدائي دمشق بلبلة دولية سرع المتحدث باسم الجماعة زهير سالم الى نفي اي مسئولية للجماعة متهما النظام بفبركة بيان عن تبني تلك الاعتداءات عبر صفحة على الانترنت نصبت اليهم واشار هذا الفيديو على يوتيوب الى ان الموقع الذي نشر عليه تبني الاخوان للعملية تم انشاؤه حديثا في 30 11 2011 وفي مزيد من التفاصيل ان من انشأ هذا الموقع انشأ ايضا مواقع اخرى احدها يحمل اسم الشبيحة علما ان البيان الاخير نشر على www.اخوان-sy.com في حين ان موقع الاخوان في سوريا هو www.اخوان-syria.com وفيه بيان يتهم النظام بالعملية ويدين لعبة الدم مقابل الاجواء هذه شيعت سوريا ضحايا التفجيرين التين هزا دمشق والذين بلغ عددهم 44 في حصيلة اعلنتها قوات الامن السورية في مقابل استمرار التحقيقات وفي وقت تم تناقل بعض المعلومات عن ان العملية كانت تستهدف مدير الاستخبارات العسكرية في ريف دمشق العميد رسوم غزالي خرج الاخير عن صمته ولم يستبعد وقوع تفجيرات اخرى معتبرا ان الهجومين اثبات على تدخل خارجي لضرب سوريا اشتركوا في القناة